مسائل اتأخرت عليكم في تلخيص هذا المسلسل، المفروض أنه يتزاع منه كل أسبوع حلقة، ولسه قدامه حوالي شهر على ما يخلص، فلو حبينا نعمل كما كنا نعمل زمان ونزل لكم ملخص الحلقات الأسبوعية بمجرد صدورها، فكتبوا لي في الكومنتات، وبالنسبة للمسلسل فهو يتكلم عن صومع تحت الأرض البشر عايشين فيها، باقي التفاصيل ستعرفها داخل الملخص، اغبط اللايك، ونبدأ! بدايتنا مع المأمور بكر، هو يتكلم ويقولك أنهم لم يعرفوا من بنى الصومع، لكن اللي يعرفوه أن كل شيء بره الصومع بيضاً وما فيها حياة، بمعنى أصح فالخروج بره سيقتلهم، ومع ذلك في الرجل بقاله ثلاث سنين بيحلم يخرج، وهيخرج، فدخل في حلم شافي مراته، وافتكر لما الإدارة وفقت انها تحمل ويجيب طفل، هتسألني هو الخلفة عندهم بالإذن، بص يا معلم، كل شيء بتحصل جواه الصومع، لها نظام وقانون بيحكمها، أيضاً لديهم دكاترة وعيادات، وحياة كاملة متكاملة، لكن لا ننسى أن كل هذا موجود تحت الأرض، أيضاً أريد أن تعرف أن لديهم فئة اسمها الصوار، كل همهم يفتحوا باب الصومع ويظهوا الحياة بره، هذه الصوار يتهمهمهم بمسح السجلات التي فيها تاريخ البشرية قبل الدخول للصومع، وبما أن مرات المأمور شغال في قسم الـ IT، فلما حاولت تدور في الموضوع تعجبت، السؤال هنا، لماذا البشر يعيشون تحت الأرض، وما حصل بره أصلاً؟ إجابتنا على سؤال مثل هذا، سنقرب منها بعد ما حصل الآن، لأن أليسون مرات المأمور رحت لأحد من الجماعة الصور، وقال إنه لديها هارد قديم، وعندما حاول أن يظهر عليه، اكتشف إنه مليان داتة، لكن ممسوحة أو متشفرة، أيضاً قال إنه هارد عمره أكثر من 140 سنة، يعني أكيد عليه إجابات لكل الأسئلة، في نفس الوقت كانت العمدة التي تدير الشرطة، تقول خطاباً عن الصور التي مسحوا تاريخهم، ودمروا الهاردات والملفات والكتاب، لكن ليس هذا المهم، المهم هو أنهم فعلاً قدروا يفتحوا الهارد، ويجدوا عليه بلاوي، المشكلة أن أليسون أصلاً خافت، ولم يردت لا تكمل، ما قلنا كل شيء هنا لها قوانين، لكن الراجل كمل واكتشف نفق لسه لا نعرف أن يؤدي على أين، نكمل مع أليسون التي ستتحضر مع العمدة لإحتفالاتهم، ومن جواها لم تبطلت تفكير في الموضوع، وعلى ذلك في اليوم الذي بعده، قررت أن ترجع مرة أخرى للراجل، لكن الأول ستت إلى واحدة ستة، وحكايتها باختصار، أنها من زمان حاولت تحمل وتخلف، وبعد مدها الإذن، اكتشفت أن كل هذا بلح، وخلقوا مليون عذر لعدم حملها، مواقف كثيراً جعلت أليسون تحس أن هناك شيئاً غلطاً، فرجعت للراجل والمراضي طلب تشوف كل شيء، من ضمنهم فيديو الذي يتم عقابهم، والمعلومة هنا أن العقوبة التي يغلط ستكون إرساله براء الصومعة للتنظيف، ستقول لي تنظيف ما؟ تنظيف الإذن الذي يشوفه منه الجو براء الصومعة، بعدها أليسون وجوزها كان عندهم معاد مع الدكتور، والغريب أن مهلتهم للحامل والتي كانت مدتها سنة، لم تبقى منها غير سبع ساعات، وهي لسه لم تحملت، لا، وأيضاً لم تحضرت الكشف النهائي، وهذا جعل بكر يقل بالدنيا، قليلاً وجدتها في قضتهم، وحكيت له على كل ما اكتشفته حتى الآن، وأن الإدارة أريد أن أحد مطيع طاعة عمياء لكي يسمحوا له بالحمل، وأن أيضاً جهاز منع الحمل لم يكن تشال منها، لأنها تشالته بنفسها دلوقتي، فطار بسرعة يجيب الدكتور يطهر لها الجرح، وعندما رجع كانت فكار رئيسية تقول لكل الناس أنهم يضحكوا علينا، وأن هناك أرض خضرة وطاقس جميل، لكن يهمونها بعكس هذا، ولم تطلبت من جزها غير أنها تريد أن تخرج، فقط، فتقابد عليها بسبب الكلام الذي قالته، الذي حصل بعدها أنه سيسمع منها، لماذا فعلت هذا؟ قالت أن الإزاز الذي يجب أن يكشف لهم شكل الحياة برى الصومعة، ملعوب فيه بالكمبيوتر، ويقوم بشكل شيء ليس صحيح لكي يفضلوا هنا، حسناً، لماذا يفعلوا هذا يا أليسون؟ قالت لك لا أعرف، لكن بما أنها على وشك يطلعوها بره للتنظيف، فاتفقت مع جزها أن لو المكان طلع فعلاً أرض خضرة ويصلح للمعيشة، ستكمل وتعبر التل التي تستكشف أكثر وبعدين ترجع له، وقاموا مجهزينها، وقرأ نص الميساق الذي يحكمهم والأهم باندي فيه، أننا لا نعرف نحن في الصومة عليه، ولم نعرف المعاد الذي سنخرج فيه، حسناً، وخرجت أليسون في مشهد صعب جداً على جزها، وفي نفس الوقت كان مزيع قدام كل الموجودين، وقامت منظفة المكان وسط تسقيف الكل، وكملت على قدام شوية ترى ما الذي فيه وراء التل، وبقت كل ما تقرب تتعب أكثر لحد ما وقعت ماتت وكأن الحكاية مقصودة، وبعد سنتين، جورج الذي كان يساعدها في فتح الهرد، لقوه ميت ولم يرى انتحار أو ما بالضبط، فرح يرى واتضح أنها جريمة قتل الشاهد عليها مهندسة في قسم الميكانيكا، وتقدر تقول أنها أهم شخص في الصومعة بسبب مسؤوليتها عن الجهاز الذي يولد الكهرباء، من هي؟ جولييت، بطلة المسلسل، وهذا يرجعنا لأول مشهد في المسلسل مع دخول بيكر الزنزانة، وقراروا بالخروج والتنظيف لكي يدور على امراته، وبالفعل خرج، وكالعادة لكل قاعد ومنهم جولييت، أريد أن أقول لك أن امراته كانت على حق لأن الحياة بره فعلاً وردية على الآخر، لكن بشوية مؤثرات يوهموه منهم العكس تماماً، وهذا الذي يخرج لماذا يموت؟ قال لك لك أيضاً يوهموه من الهوى مسمم ويخترق البدلة، لكن أعتقد أنه أعلم من بعد الذي رأناه فالسم جاء من الإدارة نفسها، وعلشان كده الصيع خلع خسطه وقرب من جثة مراته، وللأسف كان يستنشك سم كثيراً فمات جنبها، لكن قبل أن يموت كان سايب رسالة لزميله، يرشح فيها جولييت تكون خليفته كمأمور للصومعة، الغريباً لما الرئيسة سألته لو كان بك الرشح حد يكون خليفته أو كده، قال لها لا، ما قال ليش حاجة أصلاً، يلخذوه بقى أن الصور في الطوابق الأرضية شكلهم نوين على نية سودة، وده يجعلني أعرفك بشخصية جديدة واسمه ولسه ما نعرفش وظيفته بالزبط، وقتها بطلتنا كانت في المختبر بتاعهم، وحكيت لزملتها عن جورج وليوم اللي قاتل فيه، قالت أنه قابلها وطلع بيتكلموا بخصوص كارثة، ولما راحت بالليل ملقيتوش، وبعدها عرفت أنهم لقوا ميت بعد ما وقع من عالسلم، واخد بالك إحنا دلوقتي يرجعنا بالماضي، المهم أنه وقتها راحت للظابط هانكو وبلغته أنها جريمة قتل مش انتحار، فجاب لها المأمور، وبعد شوية كلام وتحيات، ما لقاش دليل على كلامها، إذن يبقى الحل يشوف الجثة ويعرف من الأثار اللي عليها، وبما أنه ملقاش حاجة ملفتة، فطلب منها تحكي له كل حاجة بالتفصيل وإلا مش هيقدر يساعد، هذا الكلام جعلها تودي على عودتها، وتوريله الحاجة اللي جورج سابها لها، الأولى قطعة كده ملهاش معنى، والتاني رسالة مكتوب فيها، دوري في آخر مكان رأيتني فيه، بعدها أخذتهم على مكان محذور، وهذا تقريباً نفس النفق اللي جورج شاهدوا على الهرض، المكان كله غريب وظلم وما تفهمنوش ملامح، فكملوا نزول أكثر، ووصلوا الغرفة فيها الغرفة اللي حفرت الصومعة، قالت لك أن تقريباً المؤسسين عندما وصلوا بها لحد هنا، وما يعرفوش يطلعوها تاني، فخبوها تحتنا بمئات الأمطار، فنزلوا أكثر، وشكلنا كده سنشوف مفاجآت كمان، هذه المرة خدته على مكان جورج اللي جهزه، وده يبقى المكان اللي يقصده بالرسالة بتاعته، من ضمن الحاجات اللي لقوها سلك غريب مربوط بشيء في الأرض، فتتبعوه لحد موصلهم للهرض، المشكلة أنها عرفت أنه كان يعرف جورج من قبل، بسبب أن مراته كانت عملت لجورج خدمة، فاعتقدت أنه هنا علشان يعرف سبب موت مراته، وليس علشان يساعدها، هذا الكلام دخل لهم يتخانقوا، وقرر يأخذ الهرض ويحرقوا حفاظاً على نظام الصومعة، طب ومراتك وحقها، قال لك خلاص هساعدها ومش يحرقوا، واتفقوا على أشارة معينة لما يحتاجها سيبلغها، نكمل في وقتنا الحاضر، قالت لك إنها فضلت مستنياة كثير، وفي الآخر ما بعت لهاش الإشارة دي، كمان قالت إنها لم تكن عرفت المأمور بمحتويات الرسالة كاملة، وإن الجزء الأخير منها يقول إن جورج لقى اللي كان يدور عليه، اللي هو أيه بقى؟ لسه ما نعرفش، في هذه اللحظة كان زميل بيكر قاعد مع العمدة، والمرة يعرفها بالرسالة بتاعته بإنه رشح جوليات تكون خلفته، فقررت تقابلها بنفسها، وده معناه إنها ستنزل 144 دور، نرجع تاني بالزمن مع بطالتنا وحبيبها جورج، اتضح إيه بقى؟ إن اللي كان جورج يقصده هو باب سري موجود في الأعماق، والمفروض إنه بيطلعهم للعالم الخارجي، المشكلة إن المكان تحت خالص مليان بالمية، وده حاجة جوليات تترعب منها، ماهي الناس دي تولدت وعاشت في الصومعة، ومعرفوش حاجة عن السباحة والكلام ده، فقررت في زماننا الحاضر إنها تستجمع قوتها، وتنزل، واللي يحصل يحصل، وابتدت فعلا النزول، وكل ما تتعمق يكون المكان هادي وهسهس، الكشف وقع منها وحالتها بقت حالة، فحاولت لحد ما طلعت، وخلينا أقول لك إن الحركة دي هزتها من جوه، وما بقتش عارفة تعمل إيه، فنامت واليوم اللي بعده صحيت على كارثة، جهاز توليد الكهرباء حصل فيه عطل، وكان لازم تصلحه بسرعة، المشكلة دلوقتي إنهم لازم يوقفوا تماماً، ويشغلوا المولد الاحتياطي لحد ما يتصلح تصليح تام، ولكن مديرها رافض لأنه شايف إن ساعة واحدة بدون كهرباء، ستعمل فوضى كبيرة في الصومعة، على الجانب الثاني العمدة والمفوض كانوا وصلوا الرئيس قسم الـ والذي يبقى زميل شخص اسمه بول يقال إنه أفضل مرشح لمنصب المأمور، مين بول وليه مش عاوزين بطلتنا تكون هي المأمور؟ ده هنعرفه بعدين لأننا دلوقتي هنكمل مع العمدة، ومشوارها في الأدوار السفلية وكمان زيارتها للأطفال، تعال بقى أعرفك بشخصية جديدة ويبقى أبو جوليت بطلنا، ولو بتشبه عليه فأيوة، ده سير جورة بتاع جيموف سورانس، المسلسل اللي لخصناه بالكامل على القناة، وكالعادة هسيب لك اللينكات تحت الفيديو وفي أول كومنت، المهم سألوه إزاي واحدة من الطبقة المتوسطة عايشة في القاع مع قسم الميكانيكا، ما قالتش إجابة مفيدة غير إن بطلتنا عندها ميول غريبة، بطلتنا اللي ما زالت بتحكي مع صاحبتها، ومستغربة من كمية المياه اللي شفتها في الأعماق، وفضلت تسأل هوا إحنا فين بالضبط، وجينا هنا ازاي أصلاً؟ يعني نفس السؤال بيتكرر وشكلنا هنسمعه كثير لحد ما نلاقي الإجابة، بعدها كانت العمدة بترتاح شوية من النزول، وجالها سامزل للمفروض إنه الحارس الخاص للقادي بتاع الصومعة، حاول إقناعها إن الشخص اللي اسمه بول هو الأنسب لمهمة المأمور، ولو تلاحظ، فكله ماتفق على بول اللي إحنا لسه أصلاً ما نعرفش مين هو، طيب نكمل مع بطلتنا وهي بتفتكر كلام جورج للمرة المليون، المولد عملها تاني، وعلى حظهم السيء، العمدة والمفوض كانوا وصلوا وشافوا الليلة كلها، كالعادة جولييت وصلت وبذكاءها المعتاد حلت الموضوع تحت أنظار العمدة، وقامت دخلها جوا الجهاز وقافلوا عليها، والمفروض أنها تخاطر في حياتها في سبيل إنقاذهم، وبعد كل اللي رأيناه، العمدة راحت لمارسا وسألتها عن رأيها في بطلتنا بكل صدق، وقامت رجعا لها والغريبة أن العمدة رأيها من رأي بكر وهي كمان عاوزها تكون المأمور من بعده، خافت ورفضت المنصب بحجة أن وظيفتها أهم وظيفة، ما هو من غيرها مش هيكون فيه كهرباء أصلاً، في النهاية اديتها الرمز بتاع بكر وما أكبرتهش على المنصب، بعد ما مشت كانت تبص في الرمز واكتشفت شيئاً غريباً، شيئاً خلتها توافق على الوظيفة بشرط واحد، يسيبوها الأول تصلح المولد الأساسي، وبناء عليه، فلازم تقطع الكهرباء عن الصومعة ويعيشوا عن المولد الاحتياطي، اللي هو أصلاً سيديهم إضاءة خفيفة جداً، وعلى طول تم الإعلان أنها ستقطع لمدة 8 ساعات، المعلومة هنا أن هذه الحكاية عمرها ما حصلت في تاريخ الصومعة أصلاً، بعدها بدأوا التجهيزات وشرحت لهم اللي سيتم بالزبط، وبالتوازي الزباط تجمعوا علشان ينتشروا وقت قطع الكهرباء، هذا الكلام يعني أننا في انتظار فوضى غبية جداً، وخصوصاً أن بطلتنا أصلاً مش متأكدة من نجاح التجربة، مشكلتهم الأكبر ستكون في غرفة الضغط، لأن الموضوع لو طول، فهيحصل انفجار يجب الصومعة كلها على الأرض، يعني من الآخر سيكون قدامهم 30 دقيقة للتصليح، يكده هنموت كلنا، وبعد شوية شغلنا الاحتياطي، اللي سيتم دلوقتي هو فصل أجزاء المولد، وصعود بطلتنا مع كبر المساعد بتاعها، سحبوا نفسهم على فوق، ومن اللحظة دي بدأنا العد التنازلي للـ 30 دقيقة، الشغل دلوقتي هيبقى بسرعة جداً وضروري يستغلوا كل ثانية، الخزو الأول أن الوضع سيء جداً، فسحبوا شنطة المعدات، ونزلوا أكبر شفرة تتصلح تحت، أما الباقي فهيتصلح فوق، الرجالة يشغلون بأقصى سرعة، والوضع فوق مازال هادي وأمان الأمان، لكن اللي عايزك تعرفه، إن أكثر من 10 تلاف بني آدم داخل الصومعة، مش جايل لهم نوم وخايفين الكهرباء ما ترجعش، والمية تطلع تغرقهم كلهم، أو إن واحد مجنون يفتح السطح ويدخل الهواء الملوث يقتلهم، كلام معناه إن الناس دي عايشة في خطر إن غلط واحد هينهي حياتهم، يعني فرصة العمدة والمفوت بتاعها يعترفوا بحبهم لبعض، نرجع لأبطالنا، درجة الحرارة عندهم زادت أسرع من المتوقع، وده هيخلي الانفجار يحصل قبل 30 دقيقة، طيب والحل جوليوت قالت لك خاطر بحياتي للمرة الثانية، وطلبت من كوبر يكمل مكانها، وهي نزلت وفتحت غرفة الضغط وكررت تدخل يخرب بيتك، فتحت الماء عليه ونجحت الخطة والحرارة نزلت، ولكن دعي بالك لو استمرتها تغرق، يعني الأمل الوحيد أن كوبر ينجز، الحرارة زادت الثاني، ولكن الرجالة صلحوا الشفرة وترفعت له كوبر، كل هذا وبطالتنا ليس عايزة تستسلم، وبعد معاناة كثير وقبل الانفجار بثواني، وقبل موت البطلة، نجحوا أخيراً، وطلعت جوليوت ونزل كوبر، وعمل المؤلد، وهم لا يصدقون أن المهمة الانتحارية نجحت، مهمة شارك فيها أبطال، أقل ما يقال عنهم أنهم فعلاً أبطال، ورجعت الكهرباء للصومع بالكامل، وفي المشهد الأخير، بطالتنا راحت لمارسة، والذي نسيت أقول لك أنها تبقى مهندسة برمجيات، اديتها واحد من الأجهزة التي جورجي لقاها، وطلبت منها تفحصه وتعرف هو عبارة عن ما بالزبط، أما العمدة والمفوض، فطلعوا الأدوار الأولى وطلبت منه يحضر لهم إزازة بيرة على ما تدخل الحمام تجاهز نفسها، ويكتشف أنها تموت بطريقة صعبة جداً، وبالنسبة لبطالتنا، فدلوتي قدامها تحدي صعب بعد توليها منصب المأمور، وهو اكتشاف مين أتى للعمدة، وإيه الموجود تحت أعماق الصومعة، وإيه موجود أصلاً برا الصومعة، كل دو أكتر هنعرفه مع بعض في الحلقة الجاية، ومن هنا تخلص الحلقة، وكده يبقى أنا هنا، وإنتهينا، قبل ما أختم هفكرك أن المسلسل لسه جديد وما زال بيتعرض، ولو حبين، فهيكون معنا ملخص الحلقة الجديدة بشكل أسبوعي، بمجرد صدرها إن شاء الله، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على سوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو، عاش جمهور الملخصات! ترجمة نانسي قنقر